لكن مش بس الناس اللي ردوا على الفنانة الشري الرضا وزير المالية كمان رد عليها وقال لها كلام حلو قوي قال لها انه هيفرد ضريبة على دخول السينما والمسارح والملاهي المالية تفرد ضريبة على دخول السينما والمسارح والملاهي كده التسكرة بتاع السينما هتغلى بتاعة المصرح هتغلى وكده خرصت الجاحد خلى البلد كلها فقرة طلع يقول احنا عندنا تجربة مهمة جدا تخيل في ايه معيط اللي بيقول في الحد من الفقر معيط بيقول لدينا تجربة مهمة في الحد من الفقر في الاقتصادة النشاء تحتاج لدعم متزايد يعني انا بقى استغرب ارقام الفقر في مصر ما شاء الله وطالع اللي فقر المصريين يقول لك لدينا تجربة مهمة في الحد من الفقر تشيل كلمة الحد لدينا تجربة مهمة من الفقر اننا ما شيل كلمة الحد طب تعالوا نشوف بالارقام كده نسب الفقر زارت الزاي في مصر بسببك يا معيط انت والسيسي في اكتوبر دراسة رسمية ترفع عدد الفقراء الى اكتر من 35 مليون افقاراتهم سياتات السيسي تخيل توقعت دراسة مستقلة ان يرتفع مستوى الفقر في مصر الى 35.7% في عام 23-22 رغم ارتفاع خط الفقر الى الى 1478 جنيه شهريا يعني اللي بياخد 47 دولار وارتفاع خط الفقر المتقع الى 1069 جنيه شهريا يعني 34 دولار في الشهر وذكرت الدراسة اللي عدتها مستشار او عدها مستشار الجهاز المركزي التي عبرها هيبع الليفي ان نزمة الفقر بلغت في مصر 33% في 22 حسو كانت النسبة 31% في 21 بقت 33% في 22 ارتفاعا من 29% يعني في 20 كانت نسبة الفقر 29 في 21 كانت نسبة الفقر 31 في 22 نسبة الفقر بقى 33 تخيل دلوقتي بقى ايه ده انت يا معيد خليت مصر تشهت عشان تاكل حرفيا ولفيت الاول على السعودية ورفعت القرد لستة مليار بتاع صندوق بس الناس تعرف تاكل مفيش لا تعليم ولا صحة ولا اي حاجة ادي مصر توقع اتفاقية مع المؤسسات الدولية الاسلامية بستة مليار دولار لشراء القمح تخيل وبعدين رحت بعد كده للامارات اقتردت برضو عشان الامح في اغسطس صندوق ابو زابو يومي برنامج مصريا لشراء القمح وبيتزرع في مصر تعالى بقى عمام عيد اواريك انت والسيسي القروض اللي اخدتوها في استراد القمح والغذاء والشعب بيتفعت امنوا ادي جراف بس القمح من ما تصدقش المؤسسة الدولية للتجارة ستة مليار دولار من عام تمنتاشر الزاهرة الاماراتية خمسين مليون دولار بنك التنمية الافريقية متين واحد وسبعين مليون دولار دي قروض انت خدتها عشا الامح لكن ابشركم انها هتفرج هتقول لي ازاي هقولك الاخ خالد الجندي اطلق تصريح ناري بشركم مصري قالك المشكلة دي في ايدي السيسي مشكلة ان الناس تعرف تاكل وتشرب وتعيش وتتجوز وتخلف دي في ايدي السيسي بس واتطمنوا السيسي عنده قناة قناة مفتوحة لا لا مش قناة هوا كده زي كده وبتاعه تكلم وإضاءة لا السيسي عنده قناة مع ربنا بص قال الشيخ خالد الجندي عدو المجلس داعلى الشؤون السلامية ان السيسي له قناة مفتوحة مع الله سبحانه وتعالى واللغة التي كان يتحدث بها امس مع زوج المهمم كان بها تسليم وعقيدة وإيمان وتوقير له سبحانه وتعالى يا سلام بس